البرنامج يقارب من أكثر من 500 فعالية نشاط الطفل، الشعر استحدثنا هذا العام محوراً للمؤتمرات مؤتمر اليوم الواحد وعلى رأس هذه المؤتمرات ومعني به زملائي وكل القائمين على إعداد البرنامج مؤتمر الذكاء الاصطناعي لأننا في حاجة إلى الدخول إلى هذا العالم بقوة وجاء بالشراكة مع جامعة مصر المعلوماتية الذراع القوية في هذا المجال أعددنا برنامجاً كي يكون مؤثراً لمدة يوم يشارك فيه مجموعة من علماء مصر وخبرائها في هذا المجال فمصر دائماً تعني المعرفة، تعني الأدب الزكاء الاصطناعي هو أحد أبرز المحاور نتكلم كمان عن عالم المصريات سليم حسن شخصية المعرض السنادي قاعة الشعر الصالون الثقافي ملتقى الإبداع كل دي محاور كمان مهمة موجودة السنادي كلمنا عن كل محور واللي بيضمه طبعاً هذه المحاور هي دارجة في مسمياتها كل عام لكنها تحتوي الجديد كمان معانا بجوار لحضرتك قلتي البرنامج المهني لمعرض القاهرة والذي بدأ منذ دورتين سابقتين وأخذ منصته ووضعه بالنسبة للنشرين حول العالم ربما تكون الدورتين السابقتين الدورة الأولى تختلف عن الثانية عن الثالثة العدد المشارك في هذا البرنامج يزداد عاماً عن عام ربما يكون الضعف هذا العام ربما يصل إلى أكثر من 30 مشاركاً من النشرين حول العالم في برنامج داخل البرنامج المهني أو محور داخل البرنامج المهني تحت مسمى كايرو كولينج أو القاهرة نادي كذلك القاعة الرئيسية بها كثير من المحاور هذه المحاور تختلف في المناقشات للظواهر للقضايا الوطنية الفكرية والقضايا الأمة جميعاً هناك تنوع زاخر داخل هذه القاعات ديوان الشعر أو قاعة الشعر يشارب فيها أكثر من 200 شعر هؤلاء الشعراء ليسوا من مصر ولا الوطن العربي فقط وإنما من شتى دا خلينا سألح لك أستاذ مروان لأنه مهارد قرار دولي الكتاب ليس فقط مساحة للكتب العرض الكتب هي مساحة للحوار والتفاعل الثقافي ومساحة كمان لطرح أفكار مختلفة يعني أكبر كتير من فكرة أننا نحصر المهارد في كتاب على رف لا هي مساحة ثقافية كبيرة ووسعة دا خلينا سأل حضرتك دايما في كل معرض بيبقى فيه ضيوف كبار من المثقفين والمبدعين والأدباء من دول العالم أبرز الأسماء المدعوة في معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الخامسة والخمسين ربما يكون من أبرز الأسماء والذي هو حاصل على جائزة نوبل ينفوس الكاتب الرواي والمصرحي النرويجي الحاصل على جائزة نوبل 2023 هذا خبر مهم كذلك هناك العديد من القامات حول العالم العربي وغيره من العالم الغربي الأسماء كثيرة وربما يكون في البرنامج مبتغى للبحث عن هذه الشخصيات سيعلن عنها تباعا وربما يكون خرج بعضها في المؤتمر الصحف الذي يقيمها منذ أيام أسترجع كلمة حضرتك في فكرة أن المعرض ليس نافذة فقط للكتب على الرفوف لكن استخلاص شعار المعرض يدل على الكثير من الكلام حول ما يعنيه معرض القاهرة الدولي الكتاب بالمعرفة نصون الكلمة بالضبط حينما نفند الكلمات نجدها تأخذ المصار الذي تتحدث عنه حضرتك بحيث أن على أرض هذا الوطن العزيز صنعت المعرفة وحتى نحافظ على المعرفة يجب أن نصون هذه الكلمة التي خرجت من المعرفة التي أضعت العالم ربما من الأشياء الجميلة التي تعلق في النفوس أو في الأدهان أننا نضع مقولات مصرية داخل أروقة المعرض فيراها الشباب فيستعيدون معرفة جدهم المصر القديم الدورة الفائتة وضعنا مقولات للحكيم آني وبتاح حتب وغيرهما هذه الدورة كذلك نضع حتى نذكر الأثري سليم حسن هو رجل مصري بامتياز له أسبقيات في الحفريات التي أقيمت في بلدنا العزيز كذلك شخصية معرض الطفل هو ليس ببعيد وكننا نود أن يحتفي معنا هذه الدورة وهو على قيد الحياة لكننا فقدناه منذ عدة أسابيع الأستاذ يعقوب الشروني لكن دائما الحدث يلتف حوله كثير من المثقفات والقراء ويأتي إلى معرض القاهرة الدولي الكتاب مريدين كما نقول لأنه ليس معرض مصر فقط وإنما هو معرض كل العرب ومرحبا بأي ضيف يحب أن يرى الثقافة المصرية والعربية